السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذكر أيها النبي حين جعلنا وصيرنا الكعبة المشرفة مرجعا للناس يأتون إليه من كل مكان فيأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه مرة أخرى تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا يقضون منه وطرا أبدا ومجمعا لهم في الحج والعمرة والطواف والصلاة وأمنا لهم من المعتدين وسلاما لهم من الخوف فألقى الله عز وجل مهابة البيت الحرام في قلوب الجميع ومن دخله كان آمنا فللإنسان في البيت الحرام حرمة وللحيوان حرمة وللطير حرمة حتى النبات له حرمة في البيت الحرام وكان الرجل يجد فيه قاتل أبيه أو أخيه فلا يتعرض له حتى يخرج من الحرمة وجاء الإسلام ليزيده حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما وإذ جعلنا البيت أي بيت وفي الأرض ملايين البيوت إنه بيت الله الحرام فحين نقول أنني زرت البيت ينصرف الذهن مباشرة إلى بيت الله الحرام زي ما تقول حضرتك أنا رحت المدينة فينصرف الذهن مباشرة إلى المدينة المنورة وده بنسميه في اللغة العربية علم بالغلبة وأصل البيت من البيت تتي أو المبيت وهو المكان الذي يبيت فيه الإنسان ولا يبيت الإنسان إلا في مكان آمن مريح للنفس والبدن ولما أسكن إبراهيم زوجته هاجر وابنه إسماعيل بمكة المكرمة قبل أن تعمر توجه إلى الله عز وجل وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليخيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون مثابة يعني مرجعا ومن أقوال العرب ثاب الرجل إلى رجده يعني رجع إلى عقله وصوابه فيأتي الناس إليه دائما ثم يذهبون إلى أوطانهم ثم يتحركون شوقا للعودة إليه مرة أخرى ومن لا يستطع التوجه إلى بيت الله الحرام بالحج والعمرة يتوجه إليه بالقلب والفؤاد كل يوم خمس مرات ومعنى مثابة أيضا مكان للثواب العظيم يتضع فيه الثواب أضعافا عظيمة وإحنا كلنا عارفين قدر الصلاة في مسجد الله الحرام تعادل مئة ألف صلاة فيما سواه واحد ممكن يسأل كيف يكون بيت الله الحرام أمنى وقد تعرض في أزمنة مختلفة للعديد من الهجمات فحاصر الحجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه في مكة وضرب الكعبة المشرفة بالمنجنيق وهدمها وفي سنة 317 هجريا وفي موسم الحج أغار القرامطة على بيت الله الحرام وقتلوا ما يقارب من ثلاثين ألفا من الحجيج وأهل مكة وسرقوا الحجر الأسود وغيبوه 22 سنة ثم ردوه مرة أخرى فأمنا في هذه الآية ليس على سبيل الإخبار ولكن الله عز وجل يأمرنا بأن نؤمن من يدخل بيت الله الحرام قدر استطاعتنا وجعل الله عز وجل البيت الحرام أمنا شرعا وقدرا شرعا بالتشريع وقدرا كما فعل مع أبرها الحبشية وسبحان الله من شرفه الله بزيارة الكعبة المشرفة نسى همومه وارتاح وشعر بالأمن وراحة البال جزاكم الله خيرا